الموزة دلوقتي عاملة تريند في مجال الزكاء الاصطناعي زي ما انت شايف كده الموزة دي طبعاً مش دي احنا نتكلم النهر ده على نانو بانانا برو دلوقتي تعمل صور بالزكاء الاصطناعي بجودة 4K زي ما انتشرك الصور اللي قدامك دي معمولة بجودة 4K على منصة نانو بانانا برو وانشرح بالفيديو ده ازاي تقدر تسجل بيها بشكل مجاني تماماً نانو بانانا برو دلوقتي انك تقدر تنزل فيها او تعدل اكتر من 14 صورة بجودة 4K يعني من كونه يوصل معك من 2K لحد 4K تقدر تحسن اكتر من 14 صورة مرة واحدة كمان تقدر تولد صور باللغة العربية زي ما احنا هنصوف دلوقتي وكل ده بيتم بشكل مجاني ده معي كده الشرخ للنهاية لكن في الاول ما تنساش دعني بلايك وسبسكرايب القناة ويلا بينا كده نبدأ الفيديو مادهين كده انت بتخش عندك على الرابط اللي سيبولك في الوصفة والتعليقات وبعد كده بتروح عندك زي ما انت شايف نتكلم على المنصة الاصلية يعني مش نتكلم على مواقع تانية لكن ما نتكلم على نانو بانانا برو يقدر دلوقتي حتى كمان في حاجة اسمها جراوند ويز جوجل سيرش علشان تقدر ياخد الكلام اللي انت ممكن تقوله من جوجل او يعدل عليها عن طريق الزكاة الاصطمعية كل عليك بس بتعمل لينك على المنصة دي ان هو جوجل اي اي استوديو وبعد كده بتروح عندك على الكي علشان تبدأ تربط ال اي بي اي وبعد كده بيحولك على الحساب اللي انت شايفه ده بتعمل اي اجري علشان تستمتع بكل مميزات جوجل اي اي زي منشكل كده بتعمل اي اجري وبعد كده بيحولك عندك على المنصة اللي قدامك دي كده بتملل بيانات بتاعتك زي ما انت شايف وبعد كده هنا بتحط عندك الفيزة بتاعتك انت لكن انت مش تحط الفيزة اللي هي اللي تستخدمها حاول تحط فيزة افتراضية ويسيب لك رابط الشرح الموجود في التعليقات ازاي تيجيب فيزة افتراضية علشان تحط بياناتك ويفتح معك الموقع في الشكل اللي قدامك ده كده بعد كده انت بتروح بتملل بيانات بتاعتك وبتروح عندك على البروجيكت لحد ما يتم سماح لحضركك علشان تقدر تدفع الصور اللي انت عايزه وتكلم البرومت اللي انت عايزه طبعا النصة دي بتتعمل 4K وال2K في الصور زي ما انت شايف كده انا مسرع الفيديو علشان ما تقولش عليك وقت الفيديو لكن الموضوع بسيط جدا انا طلبت منه انه بنانا هو يرسم لي صور الاهرامات وعليها اسمي في السحاب من وراء يعني مثلا هيرسم لي صورة الاهرامات زي ما هتشوف دلوقت وعليه حتى كمان الاسم التاعي اللي هو احمد علام هيظهر معاك بالشكل اللي قدامك ده كده طبعا الخط ضحفة يعني ضحفة فنية بصراحة وحتى كمان اسمي لايق على الصورة مع الاهرامات يعني حتى كمان ان انا جربت ان انا خيل جودة الصورة 4K علشان نشوف الجودة شكلها عامل ازاي فادات الامر هنا ان هو يكتب اسمي يعني زي ما انت هتشوف دلوقت يهو دلوقتي بيعمل البرومت طبعا ما ياخدش سوالي معايا تمام منتظر كده شوية لحد ما يتم تحويل الصورة ل4K طبعا هو حط صورتي دلوقتي على القهوة او فنجان القهوة انا اترطى منه ان هو يحط صورتي على فنجان قهوة وزي ما انت شايف انا قاعد في الصهرة وراء وشايف الاهرامات قدام حتى كمان اسمي مكتوب بصراحة بشكل ركعة وحاجة جميلة جدا يعني تحبة فنجان بصراحة الصورة ده عجبتني انا ممكن اعمل لها داونلود بحيس ان ايها احتفظ بيها شكلها جميل جدا جدا طبعا انا رحت برضو عملت new او new chat بعمل new chat للمحادثة وبعد كده قلت له انا عايز احط صورة البن او صورة القهوة على اسمي اسمي حط عفوا اسمي على صورة القهوة دي وقلت له انا ايه عايز اكتب اسمي اسم احمد علام وحتى كمان فيه كلمة تحت منطوبة بالانجلش اسم احمد علام برضو غيرها لي بصراحة هيعمل لي صورة القهوة عادي جدا بالbrand بصراحة حاجة تحبق يعني دي كانت القهوة امريكي وزي ما انت شاب كده قهوة احمد علام وصراحة حتى كمان شوف دقة الصورة ما ايش فيها اي مغمشة او فيها اي بلور بصراحة يعني حاجة عشر عشر كل مرة الزكاء الاصطناعي بيفجئني بحاجات هو بيعملها انا بصراحة باستورب مها في هاد الوقت يمكن اعمل new chat وباخد صورتي انا تمام بقول له ان انا عايز اخلو الصورة بتاعتي دي جنبه never titty او تمثال never titty وبردو عليه اسمي يعني يحط عليه اسمي تحت التمساك فقط طبعا بكتب بالبرومت زي ما انت شايف كده او بيعمل سان كانج او بيعمل كريير في برومت وبجودة 4K يعني جودة 4K دي بصراحة يعني مفيش اي لغمشة في الصورة او بلور تمام ده بنيزة معك يعني حتى كل ما تيجي تقارد شوف تفاصيل الحجر المنقش والكسر لطل الحجر والعنين يعني بصراحة حتى كمان ملمحوشش مفيش وعي حاجة غيات هي الصورة زي ما هي صورة زي ما هي وبردو كمان حتى الاسم يعني بصراحة الجودة 4K تبقى دي اعلى حاجة موجودة في الجوجل اي استوديو طبعا ده برومت اللي مثلا شعبي انا لقيته على الكيسبوك فانا حبيت ان انا اضيفه لاته بصراحة عملي الشكل اللي قدامي ده كده تمام ممكن اعمل اليوشات وبحط هنا مثلا زي ما انت شايف كده الصورة المصغرة الناس اللي هي بتستخدم الصورة المصغرة او بتعمل محتوى على اليوتيوب ممكن انك تاخد الصورة المصغرة لأي فيديو انت عاوزه وبعد كده ترفع الصورة المصغرة طبعا ما عجبوش الصورة دي بحاول ان انا غير الصورة اجيب صورة تانية وقلت حط صورتي انا مكان الشخص اللي واقف مسك الفيزة ده مثلا شخص ده هندي كان لبقى لك فانا رفعت له البرومت وزي ما انت شايف كده حط بللني مكان الراجل وخلاني انا مسك الفيزة مكانه يعني حتى كمان تشايف الكلام اللي مكتوب مفيش فيه اي حاجة تغيرت دكت الصورة يعني بصراحة مفيش فيه اي لغواشة خالص انا مكنتش مسك الفيزة هو خلاني امسك الفيزة مكان الراجل ولاحظت ان فيه باسبورت موجودة عندك الصورة هنا بي اليمين او اعفرك الشمال تحت بعد الوقت ان انا قلت له ان انا عايز اخند صورتي انا مكان الراجل اللي محطوط في الباسبورت ده وعلشان يعني يكون الصورة بتاقتش هتلقى اضعب بس ما عرفش مين اللي ظهروا قدامي ده لأسه مش مشكلة يعني اعتبر شبيلية انا بصراحة يعني ده كل شغلي على نانو بانانا وبصراحة المنصة دي يعني انا استغربت لحالها يعني ما شاء الله يعني الزكاة الاصطناعية كل مرة بيهرمي بالتباصيل اللي بيطلع ده كده انا اكلمك تك على منصة نانو بانانا برو تقدر دلوقتي تشترك فيه المنصة دي من خلال الرابط اللي هسيبه لك في الوصف او التعليقات وانا كده اشيغطي لك كوري لمجال الزكاة الاصطناعي في النانو بانانا وبصراحة حاجة تحتها جدا 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 يعني حتى كمان باللغة العربية بقى بيدعم اللغة العربية تقدر تتفاصل معا باللغة العربية كان الاول بالانجلش دلوقتي دللغة العربية تكتب اللي اللي تعاوز بو بيعمله لك كده انا شرح انتهى لا اتمنى يكون شرح عجبك ما تنساش تعمل اللايك وسبسكرايب بالقناة واشوفكم في حلقة جديدة ودوم دوم بخير سلام